اشتركوا في القناة وزراء خارجية الدول العربية يجتمعون في السعودية تمهيدا لانطلاق القمة العربية مطلع الأسبوع القادم عباس يطالب بالالتزام بالرباعية العربية الدولية والجبير يؤكد بقاء القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة ويحذر من التوسع الإيراني في وقت يسعى فيه مسؤولون فلسطينيون إلى الضغط على حركة حماس لتسليم كافة المؤسسات في غزة إلى السلطة الفلسطينية دعا المبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جريمبلت حركة حماس إلى تسليم القطاع وتسليم سلاحها ما اعتبرته الحركة تسليما لما وصفته بالدعاية الإسرائيلية تصريحات تأتي في وقت التقى فيه قيادي حركة حماس بالرئيس اللبناني مشيل عون لتسهيل مسيرات العودة في لبنان يأتي هذا بعد فتح مصر لمعبر رفح استثنائيا في كلا الاتجاهين بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض عقوبات على قطاع غزة ووقف المستحقات المالية التي تدفعها السلطة إلى القطاع بما في ذلك رواتب الموظفين والمستحقات التشغيلية لبعض القطاعات الصحية والتعليمية أغلقت بنوك غزة أبوابها وبعد ساعات من صرف رواتب الموظفين في الضفة دون صرفها في قطاع غزة ودون صدور بيان رسمي من وزارة المالية بشأن تأخر الرواتب الأمر الذي اعتبره البعض سياسة يتبعها عباس للضغط على حركة حماس للسير في عجلة المصالحة الرئيس أبو مازن لا يمكن والقيادة الفلسطينية أيضا معه أن تبقى بمثابة صراف آلي لحماس في قطاع غزة وتحاول فرض الشروط وشرعانة الانقلاب أيضا بتثبيت ما تريد من موظفيها أو مسلحيها حركة حماس من جهتها سارعت بالرد على تهديدات عباس واعتبرت أن الرئيس الفلسطيني جزء من مؤامرة دولية وإقليمية تحاك ضد الحركة ويمارس سياسة العقاب الجماعي ضد القطاع مضيفة أنها لن تقبل وبأي شكل من الأشكال بالشرط التي طرحها الرئيس الفلسطيني قيادة السلطة الفلسطينية والتي لا تزال تنتظر ردا من المصريين بشأن شروط عباس أكدت استعدادها لتحمل كافة مسؤولية القطاع في حال تمكين الحكومة من كافة الملفات هناك ولنقاش هذا الموضوع معي في السلطة السيد شاكيف شنان خبير في الشؤون الإسرائيلية مرحبا بك والدكتور أحمد ريغنيم القيادة في حركة فتح مرحبا بك أبدأ معك الدكتور أحمد من جهة جريمبلاد يطالب ذات الطلب الذي تطلبه السلطة الفلسطينية بتسليم القطاع وقضية السلح لما هناك اختلاف بالموقف الأمريكي بالموقف السلطة الفلسطينية وحديث عن ربما إجراءات استثنائية من قبل السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ما هي الإجراءات؟ شوف تدخل جريمبلاد تدخل غير مقبول ومرفوض من قبلنا حتى في حركة فتح ومقبل السلطة الوطنية الفلسطينية هذا الرجل وإدارته ورئيسه غير مقبول تدخله في شأن الفلسطيني على الإطلاق خاصة وأنهم أخرجوا أنفسهم من كاملا من عملية السلام والتدخل تبع وهذا يخرب في الشأن الفلسطيني حقا كوتان ويظهر الحالة الفلسطينية وكأنه مطلب ليس مطلب داخلي وطني فلسطيني يتعلق بالوحدة الوطنية وكانه مطلب إسرائيل أمريكي وكانه مطلب خارجي تدخل جريمبلاد هو تدخل تخريبي على المشهد ومرفوض من قبلنا ونحن نندد ونرفض هذا التدخل نرفضه بشكل كامل أما فيه متعلق في مسألة الإجراءات أعتقد بأن الأمور وصلت إلى حد يجب أن يتم الإجابة فيها على الأسئلة الصعبة على حركة حماس أن تجاوب على الأسئلة الصعبة ما هي المعطيات التي تفكر فيها حركة حماس لتنفيذ وإنهاء عملية المصالحة ما هو الوضع الذي تتحدث عنه لإنهاء هذا الإنقسام كل ما تم في السابق لم ينجح حاولنا التدرج وحاولنا تفهم أن عشر سنوات من الخلاف لا يمكن أن تتم مرة واحدة وأعطينا فرصات بشكل كبير ولكن أنا أدعو أن لا نخرج عن المنطق في تصريحاتنا نحن ندرك الضرورات وأن الوحدة الوطنية مصلحة عليا للشعب الفلسطيني وهي أعلى الضرورات وأنا أطلب من كل الأطراف أن يدرك الواجبات أيضا نفسه فقط الضرورات هل الرئيس الفلسطيني بالفعل يرغب بهذه المصالحة أم يرغب بتسلم قطاع غزة بشكل كامل؟ الرئيس مقتنع بأنه حاول كل ما يمكن أن يحاوله لتحقيق المصالحة دون إجراءات حادة وقاسية ولكن الأمور لم تنجح وصلت إلى طريق مزدود وفتح هذا الطريق المزدود أنا أعتقد أن الباب لا زال مفتوحا لمراجعة كل المسائل واتخاذ إجابة الأسئلة بشكل صريح وواضح الأسئلة الصعبة التي رفض الإجابة عليها لغاية الآن يعني علينا أن نجاوب عليها مسألة تمكين الحكومة لا يمكن أن تمارس وحدة بدون ما يكون حكومة نحن نتحدث عن حكومة لحركة فتح نتحدث عن حكومة وطنية تشارك فيها كل القوى الوطنية بما فيها حركة حماس ونتحدث عن تمكين يعني تمكين في النظام العام الشرطي اللي في الشارع لمين يتبع القاضي اللي بخاضي الناس لمين يتبع لا يجوز أن يتبع لا لهذا الفصيل ولا ذاك نحن لا نريد قضاء ولا شرطة تابعين لحركة فتح لا نريد أي جزء بالمهام التنفيذية على الأرض أن يكون تابع لا لحركة فتح ولا لحركة حماس نريد أن يكون هناك قيادة للشعب الفلسطيني منتخبة من الشعب الفلسطيني يعني تحتكم إلى الشعب الفلسطيني وأرادته ولا تحتكمهم لمنطق لا الماليشيات ولا الفصائل نعم سيد شاكيم في خضام هذا التلاثم الكلامي بين حماس وفتح بالنسبة لقطاع غزة تمكين الحكومة وعدم تمكين الحكومة بشكل استثنائي دعنا نقول مصر تفتح معبر رفع بعد إغلاق طويل وشميع يتساءل عن التوقيت دعنا نقول إسرائيل طل الأمور بمنظار آخر يختلف جدا عما تفضل به زميل المحترم إسرائيل ترى تسمع هذه الأصوات وترى الواقع الواقع هناك مسيرات عودة الواقع هناك فشل ذريع لعملية المصالحة الفلسطينية الواقع أن ما يربط غزة والظفة الغربية من وجهة النظر الإسرائيلية أو من الواقع الذي يراه بيراه الإسرائيليين وأن فقط كلمة فلسطين هناك فلسطين غزةوية وهناك فلسطين ضفاوية فتح المعبر هو عملية تنفيذ من قبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية للضغوطات التي يعيش بها الإنسان الغزاوي وبنفس الوقت هذا الأمر أكيد منسق مع إسرائيل ولكن لم يتم فتح المعبر في رفع إلى إشعار آخر مصر أعلنت أنها ستفتح المعبر لفترة وجيزة لتظهر على ما يبدو بكلمات يعني كما يقال عكس معكوس لترى المواطن الغزاوي انظر ماذا يمكن أن يحدث إذا تحرك كذا وكذا وهذه عملية إضافية وعملية الضغط التي يقوم بها جرينبلد وبتنسيق مع أبو مازن أبو مازن لا يريد ولا بأي شكل من الأشكال أن تبقى حكومة حمساوية في غزة تسيطر على الأمور وبشكل شكل اسمي فقط وكأن السلطة الفلسطينية موجودة في غزة وهي غير موجودة والسلاح هو لا يزال حمساوي وكل هذه الأمور لا يستطع أبو مازن أن يتعايش أن يأخذ مسؤولية عنها في نهاية المطاب وإسرائيل بنفس الوقت تتوافق مصالحها مع الرؤية التي يطرحها أبو مازن إسرائيل أيضا كل الهدف من تأجيل إعلان الصفقة الأمريكية أو صفقة السلام الشرق أوسطية العامة يأتي بأنها قريبة جدا للطرح تأجيلها حتى الآن كان إعطاء فرصة للمصالحة الفلسطينية ليستطع أبو مازن أن يتحدث بإسم كل الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية ونحن نرى على أرض الواقع هذه الأمور لا تحدث لذلك جاء جرينبلت ووضع البندقية على الطاولة وأشار بها باتجاه حماس عليكم أن تتنازلوا عن سلاحكم وليس فقط أن تتنازلوا عن سلطتكم نعم وصلت الفكرة دكتور أحمد عود إليك مرة أخرى وكما ذكرنا في التقرير بأن حماس أيضا من نسبة لمسيرة العودة هناك يقول بأن السلطة الفلسطينية في البداية دعمت مسيرة العودة ربما في الآن ومن الأخير رأوا بأن هذا يصب لصالح حماس وليس لصالح الشعب الفلسطيني بشكل عام وحماس تلتقي ميشيل عون وتطلب منه تسهيل مسيرات العودة في لبنان بعد ربما كان نوع من التضييق لكن بالنسبة لمصر عود بك مرة أخرى كيف تلت توقيت؟ نحن شركاء أساسيين حركة فتح شركة أساسية في قطاع غزة فيما يتعلق بمسيرة العودة وحياء الذكرى ذكرى العودة ذكرى الكارثية وذكرى النكبة نحن شركاء فيها بشكل تام وقيادات الميدانية لحركة فتح تتابع المسألة بشكل عالي وبشكل كامل هناك أفكار لتوسيع فكرة مسيرة العودة لتشمل دول الطوك يعني الحديث عن دول الطوك ربما يعني حركة حماس تتقدم للاجتماع مع بعض رؤساء المنطقة هذا بالجهد الذاتي أما لجنة التنصيق الوطنية هي التي تقود لماذا لا تظهر هذه التظهرات في الضفة الغربية؟ الموضوع المتعلق أنا يعني قلت أكثر من مرة أنه الوضع في قطاع غزة مختلف إلى حد كبير عن الضفة الغربية هناك أسباب مباشرة وهناك أسباب غير مباشرة السبب المباشر هو القرار الذي تخذ بإحياء ذكرى النكبة على مدى الشهر كامل في قطاع غزة بينما في الضفة الغربية القرار أن يكون هناك إحياء لتذكرى في موعدها في الأيام في الأسبوع القادم يعني في بداية أيار نهاية الشهر الحالي فيما يتعلق بمصر والتوقيت لفتح المعبر أعلنت مصر من طرفها أنها تريد أن تفتح المعبر ومصر في فتح المعبر تتعامل بمنطق له علاقة بالأمن القومي المصري يعني حسابات متعلقة في الأمن فقط نحن نتمنى أن هذه الحسابات تصل إلى نتيجة بأنه يجب أن يفتح هذا المعبر بشكل دائم أسوأ بكل المعابر بين دول العالم بينها لا يجوز أن يبقى هذا المعبر مغلقا أن يفتح فقط في المناسبات نعم أنا تتعقيم سيد شاكيب بجملتين أنا بجملتين أنا يعني أحترم الحديث الشيق والرنان ولكن الحقيقة فتحك في غزة غير موجود يعني باستثناء الأشخاص الذين يتقاضون الرواتب ويتملقون أنهم فتح السيطرة هي لحماس والجهاد الإسلامي وكل ذلك 1900 شهيد منهم 2500 جريح 1900 جريح 1900 جريح لم أقطع حديثك لم أقطع حديثك ولكني تمسع الشيء الأخير المهم أكثر أنه حماس في تزايد بقوتها بشكل كبير في البقى الغربي وفتح تتغنى وكأنها جزء من الإطار فتح فقدت إمكانية الاستمرار إذا استمرت في الركض وراء عماس إذا فيش عندها مبادرة ولا يوجد لديها إمكانيات قيادية لتجر أو لتذهب بالشعب الفلسطيني إلى أمل فمع الوقت ستخسر نفسها أيضا لحن نعم ابقوا معي والآن أعزائي مشارين ننتقل إلى الملف الرابع والأخير عقد وزراء خارجية الدول العربية في السعودية اجتماعا تحضريا لترتيب جدول أعمال القمة المنعقدة يوم الأحد القادم قضايا عديدة على جدول الأعمال من بينها تعزيز النفوذ الإيراني في سوريا وفي المنطقة والأزمة في اليمن والقضية الفلسطينية هذا وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن القضية الفلسطينية ما زالت على رأس الأولويات بالتزامن مع دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الالتزام بمبادئ الرباعية العربية إيران والإرهاب حلفان لا يفترقان هي بداية الاجتماع الذي عقد هذا اليوم في السعودية لوزراء الخارجية العرب وذلك تحضيرا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين ثمانية عشر بندن يشملها جدول أعمال القمة المرتقبة شملت البنود تدخلات إيران في الشؤون العربية بما في ذلك احتلالها للجزر الإماراتية إن إيران والإرهاب حليفان لا يفترقان فهي تقف وراء إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لها في اليمن بالصواريخ البلستية الإيرانية الصنعة التي تطلقها ميليشيات الحوثي على المدن السعودية والتي بلغت 117 صاروخا مصادر دبلوماسية أكدت أن الكمة ستعلن التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وتشدد على عدم وجود سلام أو تطبيع للعلاقات مع إسرائيل تون خروج الأخيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واعترافها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمة هالكوتس الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الكمة العربية بتبني مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات شرعية الدولية لرعاية أي مفاوضات مستقبلية وعملية السلام بشكل عام لجنة تحقيق ذات مصداقية ستطالب بها الكمة العربية لوضع آليات واضحة تمنع المسؤولين الإسرائيليين من الهرب الذين قاموا بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين وآخرها المجازر التي حصلت على الحدود مع قطاع غزة حسب وصفهم سياسيون أوضحوا أن الكمة المرتقبة ستجمع ما بين جميع القضايا المتعلقة بالمنطقة منها الانتهيك التركي للسيادة العراقية والأزمة السورية وتطورات في ليبيا واليمن إلى جانب مناقشة بند دعم النازحين داخلياً في الدول العربية والذي طالب العراق بإدراجه لجدول أعمال الكمة العربية أعود إلى ضيفي في السورية سيد شاكيب شنان خبير شنون الإسرائيلية وأيضاً دكتور أحمد غنين قيادي في حركة فتح أبدأ معك أبو مازين سيشارك وأيضاً قال بأنه يجب الالتزام بالمبادرة العربية وأيضاً قال ربما عليهم أن يهذبوا إلى طرح الرئيس الفلسطيني بالنسبة لعملية السلام لكن القمة العربية منشغلة بملف آخر وهو الملف الإيراني لا رغم أن القمة مقتضة بالملفات ليس ملف واحد مقتضة بالكثير من الملفات كل دولة العربية لها همومة ولها قضايا التي تريد أن تطرحها وهذا من حق للدولة العربية أن تطرح همومة وقضاياها لكننا نجحنا كفلسطينيين أن نجعل القضية الفلسطينية هي القضية الأهم على طاولة القمة ونحن طالب القمة بأن تتخذ قرارات فيما يتعلق بالموكف من قرارات الرئيس ترامب وأيضا أن تتبنى مبادرة الرئيس أبو مازن للدعوة لمؤتمر دولي لاستمرار عملية السلام وحماية عملية السلام وبالاتكاء والارتكاز إلى المبادرة العربية التأكيد على المبادرة العربية وهي مبادرة قمة عربية أيضا رغم كل المحاولات لجعل هذه القمة متعلقة في قضايا فقط لا تشمل القضية الفلسطينية وقضايا ربما تحاول أن تستبدل أسس الصراع في المنطقة ودولة الأعداء في المنطقة إلا أن كفلسطينيين تمكننا من فرض أجندتنا على طاولة المؤتمر القمة وبالإشارة إلى مسيرة العودة ونشاط الفلسطيني على الأرض أنا أقول لك أن جزءا من هذا النجاح الفلسطيني كان بالدماء والشهداء الذين قدموا على الأرض في قطاع غزة وأيضا النضال المستمر للشعب الفلسطيني نعم سيد شاكيم دعنا نقول بالرغم من تغني نتنيعه على سبيل المثال بأن القضية الفلسطينية ليست على رأس أولويات الدول العربية حتى عادل جميل وزير الخارجية السعودي يقول بشكل واضح بأن هذه القضية هي على رأس الأولويات وبعد ذلك نتطلق إلى النفوذ الإيراني أو التوسعي لإيراني كنت أتمنى أن يكون هذا الأمر صحيح الواقع هو شيء آخر الواقع أن الدول العربية خاصة مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وكل دول الخليج تعاني من أزمات كبيرة جدا عليها بادئ لبادئ أن تحافظ على نفسها أن تحافظ على وجودها قبل أن تحافظ على الوجود الفلسطيني بدون أدنى شك أنه أنا مقتنع وحتى دعك مني الطرح الموجود لا يمكن أن يكون هذا الأمر بشكل أساسي لأن المصالح العربية تلتقي اليوم بشكل لا يخضى على الجدل مع المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية وليس صدفة يقوم ترامب في هذه اللحظات بالضغط الكبير على بوتين يعني يطلب منه أشياء لا يمكن لبوتين أن يعطيها يعني بطلب منه شغلتين تعال أنا مستعد ما أضربش بسرية إذا أنت بتوافق على إسقاط الأسد وإخراج إيران من سوريا هل يستطيع بوتين أن يوافق على ذلك؟ لا وإذا عدت بعض ألاف الكيلومترات لتذهب إلى الرياض وتذهب إلى عمان وتذهب إلى القاهرة وتذهب إلى شمال أفريقيا كاملة في شمال أفريقيا وفي الخليج العربي يوجد أزمة كبيرة جدا عليهم خاصة في المملكة في الأردن والسعودية يريدون الحفاظ على أنفسهم قبل كل شيء وجمع القيادات العربية وتوحيد هذه القوى يأتي بهدف واحد فقط محاولة لإقناع الفلسطينيين بالذهاب إلى هذه الصفقة حتى ولو على حساب أمور ونحن نعلم أن أبو مازين تعرض بالماضي لضغوطات كبيرة في هذا الموضوع واذكر ما أقول سيتعرض في هذه القمة إلى ضغوطات أكبر وسيقول له بشكل واضح أنت لا تستطع الاستمرار في إيقاف العملية عليك أن تقبل به إذا أريدك أن تنتظر ستنتهي القمة ولن تتبنى مشروع ترامب وسيسقط إذا ذهبنا للواقع القمة لم تتبنى أي شيء منذ سنوات طويلة دبطور إحمد مرة أخرى أنا لا أقول أن القمة ستتبنى مشروع ترامب لا أقول ذلك أنا قلت بشكل واضح سيتم الضغط على أبو مازين في هذه القمة وراء الكواليس بأمور أنت لا تتخيلها المنظوم الذي تحدث عنها المنظوم العربي للأسف أنا لا أريدهم كذلك أضعف من أن تضغط علينا نحن أقوى منهم من ناحية مجانية وسياسية نحن أقوى من ناحية القوى العسكرية على الطاولة كيف تفسد بكتورة؟ لماذا يقوم ولي العهد السعودي حامل شنطة يا عمي وعن بربا بأوروبا ودوزع شكوكي لا إيش؟ هو يريد أن يجند أوروبا لتقف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية في عملية الدفاع عن الدول العربية ولي العهد نفسه الأسبوع الماضي قال بشكل واضح لن يكون هناك تطبيع قبل حل قضية الفلسطينيين نحن نجحنا في إسقاط مدام الفلسطينيين غير متحركين بما فيه الكفاية وغير ذاهبين إلى قبول الصدقة ولو جزئيا سيبقى الأمر على ما هو يعني جريم بلد وكوشنير والسفير الأمريكي في إسرائيل فريدمان وجميعهم هم أصحاب القرار هم الذين يؤثرون على الساعة في البيت الأبيض وهم الذين يعني كل يوم أنا أصحاب القرار في مطالك بحقوقك أنا فاهم أنا لا أناقشك على موقفك أنا أحترم موقفك وأحترم حقك بذلك ولكن أقول أن هذا الموقف لن يؤدي في نهاية المطاف إلى عالك دعني أذهب إلى السؤال آخر ربما يقال بأن على الصعيد الاستراتيجي الطرف الفلسطيني يعي لكن ليس بشكل كبير ما يجري في المنطقة وبالنسبة للقمة العربية وهكذا يقال في وسائل الإعلام العربية وكأن القمة العربية والعالم العربي في مكان القضية الفلسطينية في مكان آخر من ناحية المصالح أو التحديات أو الهواجز حتى لا لا نحن أكثر الأطراف وعين بما يجري في الوطن العربي الوطن العربي مقتطط بالهموم والإشكالات والمشاكل ونحن نريد للوطن العربي أن يخرج من هذه الأزمات يعني متعافي ومنتصر وموحد من كل هذه الأزمات نحن نريد للمملكة العربية السعودية أن تخرج من أزمتها ول article من أن تخرج من أزمتها ولليبيا وكل الوطن العربي نحن شركاء في هذا الهم ونريد أن يخرج المواطن العربي بكل بقاع الوطن العربي من هذه الهموم ولكن المسألة كيف نخرج من هذا الأمر؟ هل نخرج من حالة الفوضى العربية ببيع القضية الفلسطينية؟ هل قابل أن نبيع القضية الفلسطينية ونخلص من هممنا؟ لا لن يخلص حد من هم وسنضيف هموما أخرى نحن نتحدث بشكل منطقي وبشكل عقلاني مع كل الدول العربية مع كل المنظومة العربية وأننا شركاء بهمومكم ونريد أن نقدم كل ما يلزم لخروج المنطقة العربية من هذه الحالة ونريد من القمة العربية أن تتمسكوا من العربية أن يتمسكوا بحقوق الشعب الفلسطيني التي يحقوك للأمة العربية بأكملها نحن ضمير الأمة هل هناك غضب فلسطيني على المواقف السعودية الأخيرة؟ المسألة ليست مسألة في السياسة يعني ما في تعاطم عن القضايا بغضب وغير غضب نحن نحلل ونقرأ المواقف المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ونعرف أن هناك اهتمامات جديدة وهناك تصورات جديدة لدى المملكة العربية السعودية ولكن كلنا بصراحة موقفنا للسعوديين أننا لا يمكن أن نقبل بصفقة العصر وأنه لا يمكن أن نقبل أي ضغط من أي جهة فيما يتعلق بكبولنا بهذه الصفقة بل نحن نطالبهم ونطالب الأمة العربية أن تتخذ موقفا واضحا فيما يتعلق في قرارات ترامب في قضية القدس التي هي قضية الأمة العربية وقضية الأمة الإسلامية ربما بالنسبة للتصريحات السعودية ومحمد بن سلمان في جولة طويلة الأمد من الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا وإسبانيا في جميع هذه الدول وهذا كان أمر لافت بعض الشيء تغيرا من ناحية التصريحات بالنسبة للقضية الفلسطينية أمس يقول لا تطبيع بدون حل القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة بدأ محمد بن سلمان في واشنطن ومن هناك لم يعد المملكة استمر في جولته المكوكية في أوروبا هناك تنسيق أمريكي سعودي صحيح أن الفلسطينيين لا يقبلونه كل ما يقوله يقول الدكتور واضح وإلا كانت الأمور قد اختلفت وانتهت منذ وقت ولكن الحقيقة أن المملكة العربية السعودية أعلنت بشكل واضح أنها مع حق الشعب اليهودي ومع حق دولة إسرائيل في الوجود دون أن يأتي ذلك على حساب حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة ولكن من وجهة النظر الموجودة اليوم هناك صفقة موجودة الإدارة الفلسطينية تعرفها جيدا طرحت عليها في أكثر من موقع ورفضتها لا صح رفضتها أكيد ولكن هذه الصفقة لا يحدث فيها تغييرات ولا يزال ولا تزال إدارة ترامب تتوقع في نهاية المطاف أن تأتي السلطة الفلسطينية وتقبل على الأقل العودة إلى طولة المفاوضات وهناك يتم الأخذ والعطاء نعم أم لا نوافق أو لا نوافق القدس تجزأ أو لا تجزأ ما هي الحدود أين يكون جيش أين لا يكون جيش هل حماس ستستمر نعم أم لا كل هذه الأمور مطروحة السلطة الفلسطينية لا تقبل بها نعم دكتور أحمد اليوم كانت أنبابة من قبل مسؤولين في البيت الأبيض يقولون بأن طرح الصفقة قريب جدا وتم تعديل تعديلات على هذه الصفقة هل هناك فرصة أو إمكانية أن تقبل السلطة الفلسطينية من خمس شهور هم يقولون أن هناك تعديل وسنعلنها نهاية الشهر وكل شهر نهاية الشهر لن تعلن هذه الصفقة ولن تكون لأنها سقطت وفشلت ولم تعد قائمة ربما في القمة العربية هذه الصفقة لم تعد قائمة الرئيس ترامب يتنقل من ملف إلى ملف ومن فشل إلى فشل يعني ضغطه على السلطة رئيس ترامب يتطرح الصفقة من سيكون البديل حتى النهاية عهد ترامب لن يكون أي تغيير نحن طرحنا مشروع بديل الرئيس بمازين طرح مشروع بديل يطرح مؤتمر دولي يتقاطع مع كل دول العالم نعم لم نترك هذا المشروع ترامب لوحده على الطاولة طرحنا مشروع أهم ومكبول دول العالم رفضة مشروع ترامب دكتور أحمد رغماني قياني في حركة فتح شكرا جزيلا لك سيد شكيب شانا الخبير في الشؤون الإسرائيلية شكرا أعزائي المشاهدين ختام هذا المساء بعد قليل سوف نكون مع المناظرة اليومية ابقوا معنا